بسم الله يبني ابن الروح القدس لحدهم من كل الصنطة يبين جميعا كل الصنطة يبين جميعا بعيد الرسل الأطهار وحتى كتب أقرى مقالة مبارح يقول عيد الرسل والرسل بالذات بجبن يديهم حقنا في الكنيسة يعني مثلا تدوع على الكنيسة باسم مثلا قديس متياس ويقول كده حتى في واحد منهم مظلوم خالص تعرفوا مين المظلوم فيه خالص هو كاتب في العهد الجديد بس المشكلة بتاعته اسمه يهوزة يعني مين مننا هيبكاه يقول أنا عايزة بيكون اسم يهوزة مع العلمه هو كاتب وكديس يعني فدائما كده الرسل يعني حتى صيامهم بيسموه صيام ابونا ومراته مثلا يبقى خلاص برضو مع العلم الرسل احنا المدينين لهم بكتير لأن أول شيء عملوا الرسل انهم قدموا لنا العهد الجديد يعني كل كتاب العهد الجديد كله اللي احنا بنقرأه بنتأمل فيه وبنتأمل وبنحبه لعهد الجديد كله مكتوب بالرسل تاني الشيء الرسل هم اللي سلمونا التقليد المقدس يعني كل التقليد ما فيش حاجة أنا في آخر إنجليو حاني بقول لو كتبت كل حاجة قالها السيد المسيح التلميذ ما كانتش تساحة كل كتب ففي حاجات كتيرة كان بالتقليد التلميذ عملوها الرسل اللي هم أول ناس علمونا حتى يعني بداية الرهبنة هدف الرهبنة ثلاث حاجات الفقر الاختياري ده كان الرسل الطاعة كان الرسل الطهارة كان الرسل ففعلا يعني الأباء الرسل بنحتفل بعيدهم النهاردة ونقولهم إحنا مديونين ليكم وساعات كده بنهدم حققكم كتير ونفسنا في يوم الآن بقى لو أي كنيسة تتبنى تتسمى كده باسم أي أباء الرسل يعني حتى بطر السبولس ما عندي ناس في المنطقة أي كنيسة كلها باسمها الشهداء وبركة كبيرة ولكن فعلا أباء الرسل مهضمين جدا خاصة يهوزة ده مهضم خالص يعني فيش حد يقول أنها عايزة باسم يهوزة فربنا كده نفعنا بصلواتهم ودعواتهم ودائما كده نحنا نتذكرهم دائما ونتشفع بيهم وناخدهم كده كوة لنا جبارة لأن هم الجيل الأول في العهد في عهد الكنيسة الجديدة اليوم أريد أن أتحدث لكم عن اللقان سأخذ بعض الوقت المنطقة من اللقان عندما تأتي إلى المنطقة اليوم أتمنى أن كل منكم كده يعني لقد سأخذها للمنطقة الواء الأمر مهم في المنطقة في الأمر هو شيء الإو définد محلول يجعل محلول يقوم عندما تحتاج التحريب يقوم بالحصول يقوم بالمحل عندما لديك قطع وتحتاج الواء يجب أن يقوم بالمحل لأن المنطقة لذلك أن التحريب ليس فقط فقط عن ذلك كم يقترب رئيب Gas يقوم بالأدو يقوم بالنقيم فهوه يمكنك يوسفك في نفسك كلما تش觉得 يقroفتك في هذا الوقت لهذا الس lilانياه والmonنية لنا لم يكن فقط لكنه يتوجه في يا عييب أعلم عندما قرأت ساعة القديمة يجب أن يعيب فيه فاااااااااااااااااااااااااااااا عندما نتيجنا هنا ويسنترننا أمنا ورسنا We basically come into actually washing our heart And our mind and our soul I want to focus on the word Wash me Even David the prophet and the king When he commit His sin And he sang the beautiful song Psalm 50 The first thing he said Wash me thoroughly from my sin And cleanse me David was occupied with one thing He said God you know what I want to wash my sin away and today when you come to during the liturgy I want to give a lift up 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 The main message when the Lord he sent the disciple and he said God preach the word of God he said tell them one thing the kingdom of God is a as at hand قد اقترب منكم ملكوت السمات you know what submit repentance because the kingdom of God is very close the kingdom of God means the kingdom of God is reachable you can reach the kingdom of God you can get to the kingdom of God it's at hand it's close to you it's not far from you but the key how to cleanse yourself every day why I wanted to have this beautiful power of repentance every day teach yourself to repent and come back to God every night before you sleep wash me I wanted to wash my eyes I wanted to wash my hands I wanted to wash my hearts I wanted to wash my feelings حتى even during the liturgy in the end of the liturgy دائما في الفرقشن أبونا بقول طهر يا رب قلوبنا ونفوس لأن the main thing we need to be washed we need to be washed for today the message is very simple the message of washing and I hope everyone you have not seen a father of confession for a long time say to yourself I want to go see أبونا so I can wash myself I want to cleanse myself and say with David the prophet and the king wash me from all my sin cleanse me from all my sin wash me when the Lord actually during the Old Testament كان بيكلم موسى فالشعب غارد the people of Israel was a little bit قالوا why does God always speak to you what's special about you فالشعب غارد and told them look the people want to see you فالشعب غارد موسى actually told the people to go to the mountain of Sainah I'm going to meet them there يطلعوا فوق قبل وانا يتقبل معهم في القبل فموسى رح قال للشعب ينوض the Lord ولابير to everyone كل واحد هي يشوف ربنا go to the mountain then the Lord appeared to Moses in Exodus 19-10 and told him wait go to the people therefore go to the people consecrate them today and tomorrow and let them wash their clothes and they can be ready to see me يعني God told the Moses you know what there is a condition here they want to see me they must wash their clothes well like the word Noah wash their clothes wash our heart wash us oh Lord even in the book of Revelation chapter 7 بيقول له أنا شفت I saw a big number of people coming فيسأل قديس سحان بيقول له مين هم دول who are those فقال له كده هؤلاء هم الذين آتوا من الضيقة العزمة ما احنا في ديقة دنيا على الأرض كده ألم وتعب وقد غسلوا ثيابهم ايه وقد غسلوا ثيابهم وبيضوا دول بدم الخروف دول اللي هم ايه عاشوا حياتهم على الأرض كانوا يعرفوا يخسلوا ايه قلوبهم يخسلوا سوفهم يعني دا باور قوة ديفيد داود النبي على فكرة كان داود النبي يعرف يخسل نفسه كويس يعرف نخسل نفسه كان قبل ما ينام كده يقولك لم أعطي العيني نوما إلى أنجد أي راحة في النوم كلنا ضعفة كلنا خطوة ممكن أخطئ دلوقتي كلنا مليئين بالخطيئة كلنا مليئين بحاجات كثيرة جدا ولكن الباور أقول لي يا رب خسلني كثيرا من إيه من إسمي يا رب أنا عايزك تخسل قلبي عايزك تخسل فكري عايزك تخسل حياتي ياريت الأتتوت دا والفكر دا يكون ثابت فينا كل يوم قدم توبة يومية وقبل كده أبضع طرفك وقال له نفسي إيه أخسن نفسي I was saying in English in the book of Revelation St. John saw a great number of people he asked who those people for the angel of the Lord said to him these are the ones who came out of the great revelation and washed the ropes and then and they became white in the blood of the Lamb washed the rope washed the rope I hope today all of us could lift up their heart and tell them God God wash me from my sin cleanse me I will end up with a beautiful quote by one of the fathers he said the second wash is greater than the first wash you ask what do you mean طبعا there's not greater معنى أن هي أعظم منها هو بيتكلم على أن أصفين وعنين من الغسلة تاخدوا في حياتك كمسيحي أول غسل بتاخده هو المعمودية بتتغسم الخطية والواحد والواحد بتدونه كده بتتغسم الخطية ولكن في خيار السلطاني بيحصل كل يوم هو إيه التوبة اليومية الدموع بس الدموع بتغسل القلب والفكر والحواس فبيقولي الدموع التوبة مش يعني أقوى منها المعمودية نهم ولكن دموع التوبة بيتأمل كده اللي أبر بيقولي ساكن واش ساكن واش ساكن واش ساكن واش يريد النهارده كده نقدم توبة كان هدف رسالة العباء الرسل ربنا قال لهم اذهبوا ولولهم قد اقترب منكم ملؤوت السماء ويلاف الإنجليش بتقولي قريبة منك يكن تتش يكن ريتش تروح السماء متخافش ممكن تروح السماء بس حاجة واحدة بس اتعلم انك انت ايه كل ما تسكت تقولي ربي واش مي واخسني كثيرا من اسمي ومن خاططين ربنا يدينا كده هذا الفكر وهذا القلب والنهارده بنحتفل بعيد الرسل الكدسين بنقولي ربي عايزين فعلا بداية جديدة عهد جديد واخسننا جميعا من اسمي ولانا كل مجدو القرامة الى الآفة امين